حكينا عن الركوردز، حكينا عن الزونز، حكينا كيف نحنا بنقدر نشتغل بقلب الـ DNS ونعمل فوروردرز وروتهينتز ونسوان طيب خلونا نشوف كيف تم عندي عملية ترانسلاشن بالاساس يعني كيف انا بقدر اوصل لركورد معين نتس اسيوم انا بدي فوت على www.google.com اول ستاب بعمله انا كاكلاينت بي سي بدي برم عندي بالـ DNS كاش بركي قبل بمرة فتحها اذا لقيته باستخدمه ضغري من دوم ما احكي مع احدا هاي دي من الـ Local PC اذا ملاقيته بدي روح احكي مع الـ DNS بحكي مع الـ DNS يلي هو نحنا بهيض الـ Example هنحكي مع الـ Test اللي عملنا بيجي الـ DNS اللي عنده Request بيبرم عنده بالـ Zones بالـ Primary لـ Cap Zone بيبرم عنده بالـ Secondary بيبرم عنده بالـ Stop ما حيلاقي شيء اذا ملاقه شيء اوتوماتيكلي بيرجع بيحكي مع مين بيحكي مع الـ Conditional Forwarder اذا كان موجود Conditional Forwarder لهيدا الركورد اللي انا بديه اذا ملاقه فحيروح على الـ Generalized Forwarder يقول له يا Forwarder بليز عندك انت هيدا الركورد بديك بليز تسعالي فيه طبعا اذا ملاقه حيقل له ملقيته اذا ملاقه بيبعتلو ياه اذا ملاقه اوتوماتيكلي حيروح على الـ Route Hints بقلب الـ Route Hints اللي هني موجودين عندي Worldwide بده يبرم عندي على هيدا الركورد بيطلع هيك بيلاقي عنده كلمة جوجل بيروح على الـ DNS يلي هو مسؤول عن شركة الجوجل بيطلع هيك بيقول بدي الـ IP Address بتقول له جوجل نحنا هيدا الـ IP Address عمليه لـ Registration بال .com DNS Server ياس في عنا DNS Server موجود Worldwide Around the Globe اسمه .com DNS Server بيقلبه كل الـ Addresses اللي هني بيخلصوا عندي بكلمة .com كذلك الأمر عندي واحد للـ .net .org and so on فإذا هون اوتوماتيكلي حيقل له هيدا هي الـ IP Address يلي هي بتكون Public IP و بيرجع بيعمل الـ Reply Back لهيدا الـ Client PC الـ PC طبعاً بيطلع هيك بيسجل عنده بميموري نحنا منسميه كاش ميموري هيدا الميموري يلي نحنا منسميه كاش ميموري بينعمله Update كل فترة طبعاً بينعمله Update إذا كانوا هن الركورد صاروا قدام لحالهم بيموتوا وبيرجع بينعمل Update إذا بدي ريكوس من أول وجديد أو إذا صار في عندي تجديد وما قدرت وصلت فبهيد الحالة أنا بكون عم بعمل شي اسمه DNS Querying تنظر نفهم هالموضوع بطريقة أحسن حنشوف نحنا بقلب السورفر كيف بيعمل عندي Querying هاطلع على Tools هعمل DNS هلاحظ هون في عندي الـ DNS Test Lab هعمل Right Click عليه بالـ Properties في عندي Tab اسمه Monitoring إذا كبست علي A Simple Query Against DNS Server A Recursive Query To Other DNS Server شو معناته هيدا الـ Process هون أنا بقدر أعمل تاستنج تاستنج لـ Simple Query موجودة عندي هون بقلب السورفر بدي حاول أنا أوصله ويبعط لي Success بالله أغلب حي يعطي Success لأنه كل الركوردز موجودين عندي هون somehow they are valid Recursive معناته بدو يحاول يبعط كويري على DNS كتير بعيد تيقدر يشوف إذا بيقدر يوصلوا أو لا يعني بدي قطع كزا DNS Server هيدا الـ Process بسميه Recursive ياللي فوق السمبل بسميه Iterative إذا بيقبص عليهم اثنينة تونو بيجي بحاول إني أعمل تاست Let's test هاقبص تاست هاشوف شو اللي حيصير عندي بعد فترة هلاحظنا أول تاست أنا simple عمل عندي pass لأنه كانوا موجودين عندي records أما الـ Recursive عمل عندي failure السبب أنه عمل عندي failure لأنه أنا قمنات connected to the Internet حتى ما هيقدر يوصل على السورفرز لبعض فمشين هيك الـ Recursive مبين هون أنه صاير في عندي failure فبهايد الحالي أنا بعرفي هل ترى السورفرز تابعوني كيف عم يشتغلوا كل شيء تمام ولا مش تمام على أساسها أنا بقيم الـ Network والـ Performance طبع الـ DNS سورفرز ياللي موجودين عندي ترجمة نانسي قنقر